الحقيقة كان فيه تصريحات لدكتور حسام وافي وكان قال فيها أنه الإنسان المتدين ما هواش عرضة للمشاكل النفسية فقال حضرتك بيجي لك العيادة ناس متدينين بس عندهم مشاكل نفسية إيمانياته علي لا أخذي بقى الحضرتك في حاجة مهمة جدا حضرتك بتكلمي عن المشاكل النفسية اللي احنا كلنا عايشينها ولا الأمراض النفسية الأمراض النفسية يعني هل الإنسان المتدين ده بيكون حماية ليه التدين حماية ليه من أنه يصاب بمرض نفسي صلى عن نبي بس إحنا عندنا دلوقتي نضرب مثلا الاكتئاب أشهر حاجة أشهر مرض في العالم سنة 2030 إن أحيانا الله أبقى على الأرض الله أعلم ما نفضل بالشكل ده الأرض موجودة ولا لا من صفر التلاتة كلنا لازم نمارس الحزن يعني أنا ما ينفع يعني ما كنتش ينفعاجي النهاردة بدحك مش قادر بدحك يا ستي بالصبح ببكي هعمل إيه بني آدم ليه المصيبة في المجتمع أنا جزء منه فخايف على عيالي يعني سيبك مش بقول إن إحنا يمتأثر على شرح حد المنات خايفين كاتبين بوستات إنهم خايفين خايف على عيالي خايف على عيالي أمان وكل حاجة فلازم إيه هل أنا كده عين إذن طيب أنا عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى بإنه صاحب الأمر وأمره بين الكافي والنون ومطلع ولو عايز غير أي حاجة في أي وقت كان هغيرها وكل ده تحت مظلة حكمته اللي هو يعلمه من الحكمة ما لا نعلم وعنده العلم الجبلية الأذلية أقوم أنا بقول قدر الله وما شاء فعل حزبونا الله ونعمل وكيل وبعدين باخد بالسبب أسطر يا ابني بقى عيالي في البيت يا بنتي بخد يبالك الله يصلح لك نبتاعي من رواحه بدري ما تقعدوش مش عارف كذا ما تركبوش مع حد ما تعرفوش يبقى باخد بالسبب يبقى الحزن والخوف زقني في إني عملت حاجة طيبة في أخذ بالأسباب لإني أحمي أولادي ولا لأ ده اكتئاب سمي اكتئاب حزن هو الحزن أول عرض من أعرض الاكتئاب أيما ده أنا جاي لحضرتك فيه فالعامة دلوقتي بما إن الاكتئاب أكتر مرض فتلاقي إن الناس كلها برضو إيه رايح بتتكلم في الأمراض النفسية وكل الناس بيشتغلوا معالجين ما شاء الله وكل الناس بيفتوا حصل خير بني يسطر يعني بيجيبوا مصائب من وراء الفتاة الناس اللي هم العامة يعني العامة اللي هم ما بيشتغلوش في التخصص أو يصفوا لبعض أدوية والحاجات أو يعملوا حاجة غريبة جدا تلاقي واحدة كتبة مثلا بوسط حزين وأن أنا مكتئبة وأن أنا عايزة موت نفسي وأن أنا في ساعات جروبات نسائية أو كده واحدة تدخل خشي صليلك ركعتين يا بنتي قربي من ربنا أكيد أنت ما بتصليش خليني في الموضوع ده فإيه العلاج الأصد ما قيل ظني أنا ما سمعتش يعني بس الحديد بتقولي عليه أكيد أستاذي قال أنه لا هو بيكلم على يا ابني قرب من ربنا علشان ردود أفعالك تبقى أطيب أهدى ما تتأذيش وما تتحولش انت لمريض ده اللي قريب بالراب التاني بقى اللي بيحرن ليه يا رب عملت فايا كده حشا لله ماشي نعم نتكلمش على أمراض خالص على فكرة دلوقتي دي مش أمراض دي مش أشياء ده مشاعر طبيعية بتبقى ناتجة عن إفراز حاجة اسمها نيورو بيبتايدز في الموضوع الفرحة كيميا الحزن كيميا الفقد يعني عندنا آه رينج من الجش من اندفاع الكيميا زي بالزبط اللي هو بتاع الأدرنالين بتاع الفايت اند فلايت مش عارفة ما أقولك دايما الكلب جري وراي في الشارع مطلع ديلي في السناني وبتاعه ولا أقولك خشونا في ركبي ولا أركبي دلوقتي بسبب إيه أدرنالين كيميا سبحان الله ما وربنا خلاني أتخض فاتفرز الهرمون ده فالعضلات شدت والعين واسعت والدم بعد عن الماء ده مش وقتها هضم دلوقتي وطلع تجري عشان أبعد عن الخطر مكانيز بالجسم كله تغير هلأ أنا كده عين عشان خفت ده أنا صحية عشان خفت تعالي بقى ثانية واحدة ده ظني الله أعلم ده اللي هو كلما الواحد سلم أمره لله ديل كارنيجي لما كتب المعجزة بتاعة How to stop worrying and start living اللي ترجمه الشيخ محمد الغزالة اللي أرحمه وكتب جدة حياتك عليه كان كل كلامه عن الإيمان في مصارعة الخوف عشان ما أكلمك على الناس بقى لا مسلمين ولا مسائيين ولا بتاع بيكلم على الإيمان فيث الإيمان في الخالق العظيم الله سبحانه وتعالى كويس كلها بقى براحتوا بقى إحنا عندنا إيه على الواحد الأحد سبحانه وتعالى ده مش مرض ده مش مرض ده أنا ما أقرب من ربنا عيش حياتها إيه بأكتر لما تيجي تكلمي على أمراض يعني حصل أكن بالضبط حضرتك لما تقولي لحد أنت عييت علشان أنت ما عندكش عشان ما عندكش إيمان أكنك واحد دراعه اليمين مقطوع تقولي له أنت وحش عشان بتاكل بإيه ده عشان سبتي نفسك ما دورتش على الأسباب والحلول بالضبط كده أكنك جبتي واحد عنده ضغط عالي وتقولي له أخي التقي اللفعة فيتك أنت إزاي ضغطك يعني طب ما هو ضغط عبارة عن دم داير في مواسير الأشرين والأوردة دي طب هو ضغط عالي ليه ما حصل إنقباط شوية في المواسير ولا 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 هو دم زنب أنا مش بتاع يقولك آه ما انت خدش بالك أصا كلت مش عارف ملح وكلت بتاع بس يا إخواني أمراض دا دي أمراض وراسية أصلا ما أنا أبوي كان عنده ضغط ومي عنده ضغط وعمتي وجدي أمراض وراسية فأنا هلوم حد مثلا خدي بالك بقى في عجالة يعني ولا أنا فيها كلام آخر خد رفتك دا لا أنا مش عايز أنا الموضوع النهاردة مش دا بس أنا حاجة بس لفت بس سريع تعالي أقول لحضرتك أثقل الأمراض حملا من الأمراض النفسية على المريض شوفي بقى فقد الإرادة يجي لك حد أب كاهن أو قس أو شيخ من حملة القرآن خلينا عيين لمعظم المصريين المسلمين شيخ من حملة القرآن ويجي لي ممقوت وزل 40 كيلو وبيبكي دم ويقول لي أنا يا حشل الله دا مرض يا جماعة بسب بالذات الإلهية أنا عايز أموت بس الانتحار حرام مش قادر يحتمل الفكرة هل دا عام بكنترول أه غصب وسواس قهري طب صب وشهير جدا مرض شهير جدا أنا بكلمك بقى كمان على مين البني آدم أوسي دي obsessive compulsive disorder لو ما كانش كده ما كانش يبقى قهري ما كانش يبقى سمو كده الله يفتح عليك هل حضرتك لما ييجي حد راكب طيار ويجي له بانيك بانيك اللي هو الهلع أنا حاسني بمد دلوقتي هو دا إيه اللي تقيمان أنا عمال أقول لا إله إلا الله الله صدرها علينا يا رب أه فأركب طيار يوم يجي لي بانيك أتاك نقبة من نوبات المرض أقولك دا إيمانه ضعيف مين دا إيمانه ضعيف بتقول لا يحصل مصيبة في إيه بعض الأهالي من العامة اللي مش متخصصين في الطب النفسي اللي هو معظم النسيعة يوم ييجوا على المريض في بيتهم ويقعد يقول له انت وحش عشان إيه بارك ضعيف يزود الطين بالله زي ما بيقول ويجي المريض نفسه يبتدي بالذات لو عنده وسواس الوسواس أمراض كتير أشكال كتير قوي مئات يبتدي أجلت ذاته يبتدي هو يحس إنه هو طب أن أعمل إيه طي طب أنتحر بقى أحسن يبقى رجعنا كده للانتحار اللي برضو بنكلم عليه فطبعا دا كلام إيه اتفاهم غلط أكيد يعني أه طبعا